ولأن المحصلة تبقى في كيفية الموازنة بين المتغيرات والظروف المناخية وبتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق عادت مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على الرغم من الوعود الحكومية بأن التجهيز سيكون أفضل خلال الصيف وبرر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أسباب التراجع بنقص صادرات الغاز الإيراني مشيرا إلى خسارة العراق نحو 6000 ميجاواط نتيجة توقف الصادرات إلى محطات المحافظات الجنوبية وتتحدث وزارة الكهرباء أيضا عن أسباب أخرى أدت لانخفاض ساعات التجهيزة مثل حصول العوارض الفنية في المحطات والنواقل حيث تستغرق وقتا من أجل إجراء الصيانة ومعاودة التوزيع عبرها حسب الحصص المقررة لكل محافظة